موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقائق إخبارية مرحبا بكم عقدت هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للإصلاح في محافظة المحويت اليوم السبت دورتها الاعتيادية في أجواء ديمقراطية شوروية تحت شعار الإصلاح نهج شوروي ونضال وطني وبالتزامن مع احتفالات شعبنا بثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر وذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس الإصلاح وترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا وأكد خلال كلمته على أهمية انعقاد الدورة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب التي فرضتها ميليشيا الإرهاب الحوثية وسيطرتها على مؤسسات الدولة العامة والخاصة وثمن الدور الوطني لقيادة أعضاء الإصلاح في المحافظة في مختلف مراحل النضال الوطني وفي بدء الجلسة ترحم الحاضرون على أرواح الشهداء والمتوفين من أعضاء الهيئة والمكتب التنفيذي وأعضاء وقيادات الإصلاح على رأس من القاضي العلامة محمد أحمد السرمي رئيس هيئة الشورى المحلية بالمحافظة والعلامة أحمد حمد الشيخ وكافة شهداء الجيش الوطني وقوات الأمن والمقاومة الشعبية الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة في المعركة الوطنية في مواجهة ميليشيا الحوث الإرهابية ووفقا لأحكام النظام الأساسي واللائحة العامة ولائحة التنظيم المحلي للإصلاح وفي أجواء شوروية ديمقراطية فقد أجرت هيئة الشورى دورة انتخابية جديدة لقيادة الإصلاح في المحافظة بالاقتراع السري والمباشر وقد أسفر ذلك عن انتخاب رئاسة جديدة لهيئة الشورى المحلية من الإخوة التالية أسماؤهم أحمد علي الصلح رئيسا للهيئة وعلي محمد أحمد الخطيب نائبا لرئيس الهيئة وعبد الصمد أحمد الشيبة مقررا كما تم انتخاب لجنة قضائية مكونة من الإخوة التالية أسمائهم عبد الله علي صالح الجالدي وإسماعيل مقبل عبد الله وعلي حسن محمد جحيش وفي الجلسة نفسها تم انتخاب قيادة للمكتب التنفيذي ورؤساء الدوائر وأسفرت النتائج عن التالي عبد أحمد النزيل رئيسا للمكتب والأستاذ حميد علي الرفيع أمينا للمكتب والأستاذ محمد أحمد العقبي أمينا مساعدا للمكتب والأستاذ يحيى يحيى المعمري رئيسا لدائرة التنظيم والتأهيل والأستاذ خالد محمد النويرا رئيسا لدائرة التوجيه والإرشاد والأستاذ يحيى محمد صلح رئيسا لدائرة السياسية والأستاذ صالح أحمد الخولاني رئيسا لدائرة التعليم والأستاذ يحيى علي السقير رئيسا لدائرة الإعلام والثقافة والأستاذ محسن ثامر علي ثامر رئيسا للدائرة الاجتماعية والنقابية والأستاذ مجاهد علي طاهر رئيسا للدائرة المالية والاقتصادية والأستاذ بشير محمد الرفاعي رئيسا لدائرة التخطيط والتنمية البشرية والأستاذ محمد حمود الربع رئيسا للدائرة الانتخابية والقانونية والأستاذ محمد عبد العوامي رئيسا لدائرة الطلاب والأستاذ نجود صالح محسن رئيسة لدائرة المرأة وأعربت هيئة الشورى المحلية لإصلاح المحويت عن شكرها وتقديرها للمكتب التنفيذي السابق ورؤساء الدوائر في مجالات العمل المختلفة على الجهود الكبيرة التي بذلوها في ظروف استثنائية كما أعربت عن تمنياتها للقيادة الجديدة بالتوفيق والسداد في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ اليمن كما ثمنت دور المرأة الإصلاحية في المحافظة وما قمت به من أدوار وطنية رائدة في ظل ظروف صعبة ومعقدة وحيت هيئة الشورى لإصلاح المحويت الأبطال في الجيش الوطني وقوات الأمن والمقاومة الشعبية واعتبرتهم الركيزة الأساسية لاستعادة الدولة مطالبة الحكومة الشرعية برفع مرتباتهم وصرفها بشكل منتظم ودعت كل الأحزاب السياسية والمكونات الوطنية إلى توحيد الصف وجمع الكلمة لمساندة المعركة الوطنية لدحر الانقلاب الحوثي وتحرير الوطني واستعادة الدولة وثمنت الهيئة المواقف الأخوية المساندة لشرعية من قبل الأشقائف لمملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف وأدانت ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإجرامية من تجريف للمناهج التعليمية واستبدالها بمناهج طائفية منحرفة ودعت هيئة الشورى المحلية كل أولياء أمور الطلاب في المحافظة إلى تحصين أبنائهم من خطر الأفكار المنحرفة لميليشيا الحوثي والدفاع عن الهوية الوطنية أعلنت اللجنة الطبية العسكرية إنهاء علاج جرح القوات المسلحة اليمنية في مصر جراء عدم صرف الحكومة ومجلس الرئاسة الموازنة المخصصة لعلاج جرح الجيش في الخارج وجه رئيس اللجنة الطبية العسكرية لجنة علاج الجرح في مصر بإنهاء عملها رسميا بحلول نهاية سبتمبر الجاري أوضحت المذكرة أن يوم 30 سبتمبر هو آخر يوم لعمل اللجنة خارج الوطن ولن تتحمل أي تبعات أو تكاليف بعد هذا التاريخ سواء للجنة أو للجرحة ما لم يستجد جديد لقي ثلاثة من عناصر ميليشيا الإرهاب الحوثية مصرعهم خلال الساعات القليلة الماضية برصاص قوات الجيش الوطني في جبات الكريفات محافظة تعز وقال مصدر عسكري إن قياديا حوثيا لقي مصرعه مع اثنين من مرافقي في هجوم الأبطال الجيش الوطني على قلعة اللوزم ردا على خروقات وتصعيد وعدوان الميليشيا الحوثية قال رئيس الدائرة الإعلامية لتجمع اليمن للإصلاح علي الجراد إن أجمل المناسبات وأعذبها ما صنعته الأقدار ومنها التوافق في شهر سبتمبر بين ذكرى ثورة اليمن الخالدة وذكرى تأسيس حزب التجمع اليمن للإصلاح رئيس الدائرة الإعلامية بالإصلاح علي الجراد هنأ في تدوينة له على منصة إكس كل يمني وإصلاحي وكل شركاء الحياة السياسية والوطنية بهذه المناسبة مضيفا لقد جمع القدر بين الجمهورية والإصلاح ليكون رفيق درب كفاح اليمنيين في مواجهة الكهنوت والعنصرية أكد علي الجراد أن هذا الاقتران ليس ذكرى ميلاد بل اقتران عمده الإصلاح بالتضحيات الجسيمة في حماية الجمهورية بما تمثله من حرية وكرامة ومساواة حذرت البحرية الملكية البريطانية من وجود كيان ينتحل صفة الآلية الأممية للتفتيش يعمل على توجيه السفن التجارية نحو موانئ الحديدة الخاضعة لميليشيا الحوثي وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة في بلاغ إنها تلقت معلومات عن وجود كيان ينتحل شخصية آلية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش في اليمن يقوم بتوجيه السفن التجارية المتواجدة في محيط مرسى عدن الواقع تحت نفوذ الحكومة المعترف بها دوليا إلى ميناء الحديدة الخاضع لميليشيا الحوثي غرب البلاد وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة في بلاغ إنها تلقت معلومات عن وجود كيان ينتحل شخصية آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن يقوم بتوجيه السفن التجارية المتواجدة في محيط مرسى عدن الواقع تحت نفوذ الحكومة المعترف بها دوليا إلى ميناء الحديدة الخاضع لميليشيا الحوثي غربي البلاد وطالبت الهيئة البريطانية السفن التجارية الموجودة في المنطقة المجاورة بضرورة توخي الحذر وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه قال المرصد اليمني للألغام إن السيولة جرفت عبوات ناسفة مموهة وألغام حوثية في مزارع المواطنين في مدرية حيس بمحافظة الحديدة وأوضح المرصد أن حياة الفلاحين في الحديدة معرضة لمخاطر كبيرة وفقد الآلاف منهم مصادر رزقهم جراء تلوث مزارعهم بالألغام والعبوات الناسفة الحوثية ومخلفات الحرب أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إصابة آلاف اليمنين بالإعاقة منذ بدء الصراع في اليمن وقالت اللجنة الدولية في بيان على منصة إكس لقد أصبح آلاف الأشخاص معوقين نتيجة انفجار لغام أو إصابتهم بطلق ناري منذ بدء الصراع في اليمن قبل ثمانية عوام أعربت الجمهورية اليمنية عن خالص التعازي وصادق الموسى للمملكة المغربية الشقيقة ولذوي ضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من المدن المغربية وأسفر عن وقوع مئات الوفيات والجرحى أكدت وزارة الخارجية في بيان صحفي تضامن الجمهورية اليمنية مع المملكة المغربية في هذا المصاب الأليم سائلة المولى عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين وأن يجنب المملكة المغربية كل شر ومكروه دقائقنا الإخبارية انتهت في أمان الله اشتركوا في القناة